الطموح يروى أنه كان في قديم الزمان ثلاثة أصدقاء لكل واحد منهم حمار ينقل عليه البضائع للناس وكانوا يجلسون جميعهم على مائدة واحدة وفي يوم من الأيام وقف أحدهم واسمه عمر وقال لصديقيه تخيلوا أني أمير هذه المدينة فماذا تطلبون؟ ضحك منه صديقه وطلب الآخر منه الجلوس وعدم المبالغة بأحلامه فقال لهما ماذا لو حدث الأمر حقيقة فماذا تطلبون؟ قال الأول لو حدث الأمر أريد أرضا وخيلا وعروسا لتنجب لي غلاما أما الآخر فقال له باستهزاء لا تتعب نفسك فلن يحدث هذا الأمر أبدا فأنت لا تصلح له ولكن إن حدث فأركبني على حماري واجعل وجهي إلى الخلف وليطف بيه في الأسواق لم يبت عمر ليلته وهو يفكر في كلام صاحبه لماذا يرضى بهذه الحياة؟ حياة لا تصلح لشخص طموح مثله فباع حماره وانطلق ليحقق حلومه وقرر أن يلتحق بالجيش صار صديقاه يضحكان عليه ومع ذلك صار إلى الأمام يدفعه الطموح فاستطاع أن يرتقي في الجيش سريعا لإصراره وتوليه أصعب المهام وإخلاصه مما قربه من أمير البلدة فأصبح يستشيره في كل الأمور وصار صاحب كلمة في البلدة يحسب لرأيه حساب وفي يوم من العيام مات أمير البلدة وصدر الأمر من الخليفة يعين الأكفأ والأجدر الجندي المخلص الطموح عمر نعم حقق حلومه وبلغ طموحه تذكر عمر صديقيه وأمر بإحضارهما فدخلا عليه قال لهم أتذكران يوم تمنى كل واحد منكما أمني فضحكا خجلين فقال للأول تمنيت أرضا وخيلا لك ذلك وعروسا ستزف إليك وقال لصديقه الآخر وأنت ماذا تمنيت يا صديقي أحضر حمارا وأركبوا هذا الرجل عليه واجعلوا وجهه إلى الخلف ولينادي منادم بين الناس إن الله على كل شيء قدير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر